أتعلق بالفريق الأول لسه عندي تفاصيل أكتر عن الفريق الأول واستعدادات الخاصة بالأهل لمبارات البناء لكن أريد بس أروح لإستقبال بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط من خلال الوزير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وفي الحقيقة عندنا أبطال كتير جدا جدا شرفونا وفرحونا من خلال ميداليات متنوعة في الحقيقة وحاجات كلها بصراحة يعني تدعو إلى الفخر وإحنا فعلا يا جماعة عندنا أبطال وفعلا يا جماعة عندنا لعبين ولعبات يستحقوا كل التأدير ويستحقوا كل الإشادة والإحترام لأن هم بصراحة بيرفعوا إسم المصر وده اللي إحنا دايما بنتمناه اللي بيبقى ناقصهم الناس ديه شوية اهتمام لما بقى فيه اهتمام في البطولة أو في دورة زي ديه مهمة شفنا الإنجازات عاملة إزاي وشفنا عدد الميداليات اللي مصر جابتها استقبال الوزير دكتور أشرف صبحي ده شيء كان لابد منه في الحقيقة ودور محترم جدا جدا من خلاله وده أقل شيء لأبطالنا دول واحدة زي اللي إنتوا شايفينها دي بسانت حميد يعني بصراحة عملت إنجاز عظيم ميداليتين دهب في 200 متر عدو ده طبعا في ألعاب الكوة ومئة متر يعني بس مش في المئة متر قلنا جابت زهبية بقى وهي متمكنة في زباق المئة متر لا ده في المئتين متر كمان ما بتهزرش ما شاء الله عليها ولا قوة إلا بالله واحدة ما بتهزرش دخلت جيب دهب على طول رغم إن محدش كان يسمع عن بسانت بصراحة أنا أقوم مرة كنت عرفها في الدورة دي وزوجها طبعا الكابتن بتاحها والراجل كان ليه دور كبير جدا بس شوف فرحة الوزير الدكتور أشرف صبح هي دي الفرحة اللي على وجوهنا كلنا اللي احنا انبساطنا بيها كلنا وحسناها بعد الإنجازات المميزة دي فاستقبال كان رائع بسانت بقى نجحت في التتويج بالميدالية الزهبية في منافسات 200 متر عدو بدورة ألعاب البحر المتوسط بمدية وهران الجزائرية بتحقق إيه بقى رقم قياسي جديد قدروا 22 ثانية و47 جزء من الثانية بعد تحقيق الزهبية تسبق 100 متر عدو لتحقق كمان رقما جديدا لمنافسات البحر المتوسط بزمن 11 ثانية و10 أو 10 جزء من الثانية ده في الميت متر لكن في الميتين متر كان 22 و47 جزء من الثانية فده إنجازات مميزة جدا نهاية عبد الرحمن طبعا نجمنا برضو المعروف جدا جدا واحد أهم الرياضيين في مصر توجد بالميداليا الفضية في دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بالجزائر وده برضو إنجاز يحسب له ويحسب لمصر وحاجة بنفتخر بها بننتظر ميداليا كمان إن شاء الله من المنتخب اليد اللي ضمن خلاص ميداليا على قلة حتكون فضية بس نتمنى إن شاء الله تكون ذهبية بعد ما تكسبوا مكدونيا 35-25 وحينتظروا الفائز من مباراة النهاردة ما بين أسبانيا وسربيا في نهائي دورة ألعاب البحر المتوسط بالتحديد في لعبة كرة اليد إحنا ضمننا ميداليا بس ننتظر بإذن الله إن هي تكون ذهبية من خلال أبطالنا كرة اليد وإحنا عندنا جيل محترم جدا جدا فدي إنجازات